احوله للبعد. يبقى ال. تاني حاجة الحجم. اي حجم في الدنيا هو حاصل ضرب تلات اطوال. ادي طول. في طول. عندك ال. في ال. في ال. عندك ال تكعيب. ال تكعيب تعبارة عن الصيغة البعدية للحجم. طيب الحجم عبارة عن تلات اطوال في بعض. يعني طول بالمتر. في طول بالمتر. طول بالمتر. طيب عندك الوحدة بتاعتها متر تكعيب. الكسافة. عبارة عن ايه? النسبة ما بين الكتلة على الحجم. الكتلة عبارة عن ام كابيتل. والل حجم عندك هنا. ليه هنا قص سالب تلاتة? ليه كتبقى قص سالب تلاتة شبابة? هادي سمعني صوته. رباب. نعم يا ميت. ليه هنا حطت ايه لقص سالب تلاتة? هنا. عندنا في الكسافة. في الكسافة. ها? حطت ليه? دي كتلة رمز لها بالام كابيتل. صح? اللي هي في البسط هنا. دي رمز لها بالام كابيتل. طب الحجم. ليه هنا? مش الحجم فوق. كان ايه اللي تكعيب? يعني القص موجب. ليه نزل تحت بقى الحجم الحجم ايه لقص سالب تلاتة? علشان هو كان في مقام فطلع على فوق. بالزبط كده. علشان هو في المقام واي حاجة في المقام. القص بتاعها لما تطلع فوق على البسط يبقى القص ايه? يدير اشارته. لانه هو تحت بالموجب فطلع فوق بالايه? بالسالب. طيب. هنا. ام الصيغة البعضية. لكسافة ام في ال تكعيب. خلينا نوضح لك ال تكعيب كده بدل ما مستخبه يا هم. ام في ال تكعيب. ام ده عبارة عن رمز البعض الايه? ده ايه يا جانا? ولا الشاشة مش عندك? جانا? الام كابتة. الرمز البعضي لايه? كتلة. الكتلة رفع عليك. والكتلة وحدتها ايه? كيلو جرام. كيلو جرام. عشان كده هو كتب كيلو جرام. طيب. ال ال وسالب تلاتة. ال ال دي رمز ايه? الطول. الطول. لا. لا رمز الطول صح كده. عشان يحول ده الرمز ده لوحدة. عوض عنها بايه? الطول بنعمل لوحدته ايه? وحدة الطول. اليونت بتاعته. المتر. المتر عشان كده. قال كيلو جرام في متر قص سالب تلاتة. قدر ان هو يحول عندي البعد اللي موجود هنا الى وحدة. خلي بالك ان دي من احد. الحاجات اللي ممكن استعمل فيها صغة الابعاد. هي تحويل. ده ممكن استنتج الوحدة من صغة البعد والعكس. اللي بعده. الصورة عبارة عن ايه? زي ان قتلناها يعني حلا. عبارة عن مسافة على زمن. المسافة ده عبارة عن طول. الطول هنا حل حطو ايه? اللي كابتل. والزمن الرمز البعد بتاعه ايه? اي حد يجاو. رمز الزمن رمز البعد للزمن. تي. ايه? تي كابتل. تمام? طب هو مكتوبة لي تي سليب واحد. علشان كان كان هي في البست وطلعت للمقام. لا هي العكس. كانت في المقام وطلعت وكانت تحت وطلعت فوق. ايه الزمنة تحت هنا. طيب. يبقى هنا صيغة البعدية للسرعة عبارة عن ال في تي سليب واحد. عشان استنتج من الصيغة البعدية دي وحدة السرعة. فانا قلت انت بما اني الل اللي وحدة طول جابها بالمتر. التي وحدة الزمن فعمل ثانية وسي سليب واحد. هكذا العجلة هي النسبة ما بين السرعة عالزمن. السرعة عبارة عن سرعة على زمن يعني اللي على تي مينوس ون. اللي في تي قصدي سليب واحد سليب اتنين. وحول عندي صيغة البعدية الى وحدة. بالشكل ده. القوة عبارة عن كتلة فعجلة. ادي الكتلة. عندك اول مرة تزهر عندنا في خانتي لا. ادي تاني مرة تزهر ايه عندي في خانتي الكتلة? الام. ادي ام كابتل رمز الكتلة. هنا. ال ال رمز الطول. التي كابتل رمز الزمن. مرفوع السليب اتنين. ممكن احول البعد لوحدة. الام رمز كتلة تبقى كيلو جرام. ال ال رمز طول تبقى متر. التي يبقى ثانية. نفس الموضوع في كمية التحرك اللي عبارة عن كتلة فسرعة. نفس الموضوع في الشغل اللي هو القوة في الازاحة. طب تعال ناخد مثال يمكن ايه نستفيد منه شوية. هو بيقول لك المعادلة اللي قدامك دي عبارة عن ايه? المعادلة اللي قدامي دي عبارة عن بيقول لي ان سي. اكس دي بتساوي. سي واحد تي زائد سي اتنين. دي بتاعتها. حيث ان ال اكس مسافة بالمتر. اعطيني اليونت والوحدة او. والتي زمن بالسانية. المعادلة عندك بتساوي ايه? نقول له الحل. انت عطيني معادلة بيقول تقول لي ان ال اكس عبارة عن مسافة بتساوي. سابت اولاني اسمه سي واحد في تي زائد. مسألة دي عندكم في اختبر معلوماتك. اعتقد في الكتاب. جبتوه ولا لسه ما جبتوش. انا لسه يا لي. ممكن لسه. لس. كمان. اطلع هاركوا بالزبط يا صفحة ايه? علشان اللي عايز ايه? يبص عليها. انا بعتلكوا اصلا الكتاب على على الجروب اللي عايزة بعض. هي المسال عندكم مسال رقم اه تلاتة صفحة اتنين واربعين. بيقول لي ان من المسألة اللي قدامك دي من المعادلة اللي قدامك عايز وحدة قياس سي واحد. يعني عايز الوحدة اللي بتتأس بيها سي واحدة. انا مطلوب مني ان اعرف الوحدة بتساوي كمان. عندك المسافة هنا? الاكس قال لك مسافة. المسافة. الرمز البعضي للمسافة ايه? صح ولا انا غلطان? دي مسافة. الرمز البعضي لها ايه? ده صح ولا غلط اللي انا كتبته. ايه? ايه اللي جاية من لنز او طول? بيساوي. سي واحد دي مجبولة. وعندي تي. تي ده زمن. ادي له رمز البعضي. تي كابتل. زاد. سي اتنين دي مجبولة. عشان اعرف سي واحد او سي اتنين واجاوب له على السؤال. لازم اعرف حاجة واحدة بس. احنا اتفقنا ان البعض او صيغة البعضية هي بتحافظ على معتزان المعادلة اللي عندي. وفي حالة الجامع لازم الكمية اللي هنا بتساوي الصيغة البعضية اللي هنا. بتساوي الصيغة البعضية اللي هنا. يعني لو ده قل يبقى لازم الصيغة البعضية لكل اللقشة دي كلها او الجزء ده كله يكون قل. ولازم الصيغة البعضية هنا تكون قل. يعني ده لازم يساوي الكمية دي زاد زاد ساوي الكمية دي. فاكرين لما قلتلكم ان انت لازم تجمع سرعة لو عندي سرعة بتساوي سرعة اولانية زاد سرعة تانية ما ينفعش عندي لو انت جامعت L T مينس ون كده هو. لازم برضو يبقى هنا نفس الوحدة اللي هي L T مينس ون زاد L T مينس ون زاد اي حاجة المهم من ده يساوي ده بحالة الجمع يساوي الطرح زاد نفس الكمية زاد نفس الكمية ان شاء الله يكون ميت حاجة لازم تكون نفس الرمز. يبقى ازا اول حاجة هقوله ان انا هساوي الجزئية دي بالL. لان اكيد ده بيساوي ده. يبقى اقوله ان الرمز L هتساوي C واحد T ومنها استنتج. ان C واحد اللي وعطهه ده عبارة عن ايه? عن L على T. ده بالنسبة للسي واحد. طيب بالنسبة للسي تنين. طيب ما السي تنين هتساوي L مباشرة. طيب بتاع نكتب المعادلة السي تنين هنا. والسي تنين L والسي تنين هتساويها بالL مباشرة. طيب بتاع نكتب المعادلة في الشكل الجديد. تعالي. هو اعطني الاكس ده طول. ادي L. هتساوي. السي واحد عوض عنها بايه? استنتجتها L على T. ادي L على T. ده السي واحد. وضربط في T. دي كانت قعدة وموجود. ايه. زائد. السي تنين L. طير ده مع ده. تبقى المعادلة L بتساوي L زائد L. كمية بالمتر زائد كمية بالمتر زائد كمية بالمتر. طول بيسوي طول مجموعة على طول. فهمتوا حاجة? فهمتوا حاجة? طيب. من تيه المسألة اللي بعدها ممكن يكون الفاهم اكتر? نحن نحل مسائل يعني كم مسألة كده عشان خلي بالكم ان صيغة الابعاد عايزة تركيز شوية. اهمية صيغة الابعاد في حاجتين. ان انا ممكن احول صيغة بعد ان انا استنتج وحدة عن طريقه. والتاني حاجة ان انا باسبت صحة معادلة. سهل جدا يقول لك اسبت صحة معادلة كزا. باستخدام صيغة بعدية. عندي المعادلة التانية دي او السوري للمسألة التانية دي. تعالوا نكبرها لكم عشان تبقوا شايفينها كويس. بيقول ليت سيارة تتحرك بسرعة فيها على طريق منحنة. فازا كانت العلاقة اللي تتحسب منها العجلة. بتحسب منها العجلة اللي بتتحرك بس سيارة العلاقة اللي قدامك دي. اللي هي عبارة عن ايه? بتساوي نص كتر المنحنة بطريق اللي ماشى به العربية قص ان. هنا مضروف سرعة العربية قص ام. حيث ان الام والان دول سوابط ومطلوب ان انت تجيب قيمة الان هنا وقيمة الام. شوف ده كام? دي كده. بس سبك في الهوى كده. ما فوض تجيب الان والام. اجيبها ازاي? اجا اقول له ان المعادلة دي المفروض انها معادلة صحيحة. يعني ايه? يعني الطرف اليمين او الصيغة البعدية للطرف اليمين بتساوي الصيغة البعدية للطرف الشمال. تاني. ما فوض المعادلة اللي قدامي دي معادلة صحيحة. يعني ايه صحيحة? يعني الصيغة البعدية للطرف عندك بتاع الشمال ده يساوي الصيغة البعدية للطرف اليمين. طب الصيغة البعدية للعجلة بتساوي ايه? حد فاكر? عجلة بتساوي ايه? عجلة بتساوي ايه? فكرون. حسسون ان انتم معي. عجلة بتساوي ايه? طب السرعة بتساوي ايه? مسافة على الزمن تمام يبقى العجلة بتسوي ايه مسافة على زمن تربية مسافة على زمن تربية ايه والسرعة مسافة على زمن موقف العجلة مسافة على زمن تربية يبقى اذا العجلة عبارة عن مسافة على زمن تربية البعد عندي اللي هو بتاع البعد المسافة التربية تبقى لان التربية عندي او الزمن في المقام فبقول له تي قس سالب اتنين. المفروض ان ده البعد اللي في الطرف ده. يبقى لازم دولي يكونوا نفس البعد ده. اجيب الطرف ده واشتغل عليه. ده المفروض الطرف ده الطرف الايسر. الايسر. هنا الايسر. او الشمال. هنجيب بقى الطرف الايمن ونشتغل عليه. ده الطرف الايمن. عبارة عن نص قطر المنحنة مرفوع له اس ان. مضروف في سرعة العربية مرفوع له اس ان. الار عبارة عن ايه يا شباب? الار نص قطر. نص قطر ده عبارة عن ايه? عن طول. الطول بديله ايه? بديله رمز ال. بقى اس ان. الفي. الفي عبارة عن ايه? مسافة على زمن. يعني ال مضروبة في زمن. ولان الزمن كان في المقام وطلعته في البسط فيبقى السالب واحد. بالشكل ده وارفع لقص ام. الشكل اللي قدامك ده. لو احنا قرناه بده مفوض ان نقل لقص ان وهنا قل في تي قص سالب واحد ام. عايزة استنتج من الشكل ده? مين? ده ده الدرس التالت. ده اللي عليه الدور. بعد اللي احنا اتكلمنا فيه مرة اللي فاتت. اللي بعده ان شاء الله الخطأ النسبي والخطأ المطلق. ما كنت مفكرة ان انا عشح النسبة ونطلق النهاردة لقيت لبسيقة الابعاد. اللي بقول عندي الان والام. احل ازاي? تفتكروا احل ازاي? اعمل ايه? حد عنده فكرة? طب حد ما عندوش فكرة? حد عنده اي حاجة? تاني انا عندي المعادلة عشان ننقلها هنا في الشريحة دي على الانا عندي المعادلة بيقول لي ان العجلة. المعادلة بتقول لي عجلة. العجلة هنا. بتساوي نص كتر الطريق اللي هو ماشي عليه قصة ان في السرعة والس ام. ادي السرعة والس ام. العجلة اتفاقنا ان البعض بتاعها ال. تي. ماينس اتنين. ماينس اتنين. او سالب اتنين. ده البعض بتاع العجلة. طيب. انا عندي هنا الار ده طول فدته ال والس ام. عندي السرعة عبارة عن ايه? عبارة عن مسافة على زمن. ادباء ال. تي. واينس ام. يبقى ال ال هنا. خلي بالك ده المفروض. اص ام. عشان ما اخدهاش على مرة واحدة. عشان افك. هيبقى عندك ال اص ام. وعندك ال ال دي هتتضرب في ال ام يبقى ال اص ام. وعندك ال تي دي هتتضرب في ال ام تبقى اص سالب ام. طب انت عملت ايه? ولا حاجة. ضربت ال اص المفروض واحد هنا. ضربته في ال ام عشان افك القوس. فلت ال اص ام. وضربت هنا السالب واحد ضربتها في ال ام. بالشكل ده هنا عشان افك القوس. فطلعت تي اص سالب ال ام. وعندك الناحية دي ال تي ماينس اتنين. قال لك عشان تيجيب قيمة ال ام وقيمة ال ان. اول حاجة. هساوي القوس اللي موجود في حالة ال ال هنا. بالقوس اللي بره قاعد بره ده. بالقسس اللي موجودة جوه. يعني ايه? يعني انت كل ال موجودة عندك في القانون. هتشوف الطرف اللي بره قاعدة هنا. قسها كام? قسها كام هنا شباب? قسها واحد. هتاخد الواحد ده. وتقول لي يساوي. وانت داخل كده ماشي لقيت ال قوس ان. خطي لل ان هنا. وانت ماشي اكتر لقيت ال قوس ام. اجمع للام هنا. بكأنك عملت اول معادلة. هنحلها عشان نجيب منها السابتين. طيب في حالة التي الرمز التاني اللي هو التي. او البعد تي. التي اللي عادة بره دي. قسها كام? قسها سالب اتنين. نحطوه لهنا. واللي يساوي. وانت ماشي جوه الات هنا تي. تي عادة الات هنا. تي موجودة ووقفة هي. طب قسها هي سالب ام. يبقى قوله سالب الام. انا عملت ايه? مساواة الاسس. نساوي الاسس. نساوي الاسس. نساوي الاسس. هنا. نساوي الاسس. سواء للالة او تي. لو فيه ام ماشي. طيب. من المعادلة التانية دي. اقدر اقول ان قيمة الام بتساوي كام من ده? من التانية دي. الام مباشرة هتساوي اتنين. ليه? ما انت عندك اهو. سالب اتنين. بتساوي سالب الام. طيب السالب مع السالب تبقى الام بتساوي اتنين. طب انا جبت اول سابت. ارجع اعوض بين ده هنا. في الام دي اعوض في المعادلة دي. اقول له يبقى ازا واحد بيساوي الان زائد اتنين. ومنها ان الان هتساوي كام? بتساوي واحد ناقص اتنين. يعني هتساوي سالب واحد. يبقى ازا الان اللي هو عايزها بتساوي سالب واحد. وكان طالب ان وام مش كده? مش كده? اه. تمام. يبقى انا استنتك تلو. هاجا اقول له ان الان الام بتساوي اتنين والان بتساوي سالب واحد. تاني. عملنا ايه? حطينا المعادلة اللي هو عطهالي. دي المعادلة الاساس اللي هو عطهالي. هو معرف لي. بيقول لي ان دي عجلة. بيقول لي ان دي نص قطر المنحنة. الطريق اللي هو ماشي في العربية وقال لي إن الفي دي سرعة تمام فأنا حطيت المعادلة قدامي العجلة فكتها وكتبت الرمز البعض بتاعها العجلة عبارة عن إيه عن مسافة على عن مسافة على مزمن تربيع ده العجلة على زمن تربيع فعوضت عنها المسافة بتاخد رمز بعضي L وأي زمن بياخد رمز بعضي T ولأنه هو قاعد تحت قس تربيع فطلعت قس سلب باتنين جيت على الار اللي هو نص قطر نص قطر يعني مسافة فعشان كده عوضت عنه L اللي هو الرمز البعضي للمسافة وديته القس اللي هو عطهولي اللي هو الان السرعة عبارة عن إيه؟ السرعة عبارة عن مسافة على زمن طيب المسافة عبارة عن إيه؟ قال لي المسافة عبارة عن طول آد الطول كتبته الزمن عبارة عن T ولأن الزمن أصلا قعد تحت في المقام فأخذ قس سلب واحد لأنه حطيته على البسط من الشكل اللي قدامي فكيت بس القوس ده عشان بدل ما ده لما جيت فكيت اضربت كل قس لرمز هنا قاعد جوه القوس ضربته في الام بما ان دي واحد تضرب في الام تنزل وفيما ان دي سالب واحد تضرب في الام تنزل سالب ام اصبحت عندي المعادلة بالشكل قالك المعادلة دي عشان تجيب فيها الرمز اللي عندك او السوابت الام والام هتعمل كل الحكاية ان انا هساوي القس يعني ايه? يعني هتجيب. كل عندك بعد. ولتكن ال ال. وانت ماشي كده لقيت ال برا قعدة برا الواحدة قسها واحد. خط الواحد. ويسيبه. واليساوي. يومشي جوا بعد اليساوي. قابلت اول ال ال قصاتي. لقيت قس بتاعها ان. قطيته. قابلت ال تانية. قطيتها ام. جمعت. هنا انا خلي بالك انهما كميات مضروبة. عشان كده انا جمعت الاسس. وانا اللي ماشى لامها كده. انا جمعتها. نيجي للتي. نفس القصة. او القص بتاعها برا اللي قاعد سالب اتنين. حطيته. دخلت جوا بعد اليساوي. مشت شوية للتي قصها سالب ام. حطيته. فانا عندي هنا المعادلة التانية. مباشرة طلعت لي قيمة الام. سالب تروح مع السالب. يبقى الام بتساوي اتنين. طيب استنتيك تساوي اتنين. خدتها شلتها كده بسرعة. ورجعت تاني للمعادلة الاولانية على وقت فيها طلعت ان الان بتساوي سالب واحد. ازا الام اللي هو عايزة اتنين والان اللي هو عايزة سالب واحد.